اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين ويؤكد التعاون بهدف تطوير التشريعات المالية والاقتصادية مبادرة تطوعية أطلقتها عضو مجلس الشورى دلال الزايد لتحويل القوانين إلى لغة الإشارة اهلا بكم من جديد تقدمت معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل بسؤال برلماني إلى وزيرة الصحة حول خطط الوزارة في إنشاء مستشفى العام بالمحافظة الجنوبية وما هي خطط الوزارة الخاصة بإنشاء مستشفى العام بالمحافظة الجنوبية والذي أعلن عنه سابقا وهل تم تخصيص الميزانيات اللازمة لهذا المشروع الهام وهل تم تحديد المكان الذي سينفذ عليه المشروع وما هي المدة المتوقعة للانتهاء منه زار مجلس النواب وفد الأمانة العامة من مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأمانات الخليجية واستهل الوفد زيارته بلقاء معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب التي أعربت للوفد عن بالغ التقدير والامتنان لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا وعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في ظل العلاقات المتميزة والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله وأشادت معالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مشيرة إلى أن لدولة الكويت أميرا وحكومة ومجلسا وشعبا مكانة رفعة في نفوس كل البحرينيين وأن الكويت والبحرين هما بلد واحد وقيادة واحدة وشعب واحد كما حضر الوفد الجلسة الأسبوعية للمجلس واطلع على أعمال الأمانة العامة بجميع أقسامها كما ارتقى الوفد بالمستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على سير العمل بالمجلس لقاء مثمر مفيد بإذن الله إن شاء الله لأننا شخصيا كموظفي الأمانة لعمل المجلس النواب الكويتي زاد إن شاء الله أننا بنكون في تدريب عملية عراس العمل على مستوى القطاعات أو الهدارات أو الأقسام بالختام أشكر معالي الرئيس والسيد الأمين العام على كرم الضياف وحسن الاستقبال والشكر من صلل لجميع موظفي المجلس النواب شكرا لكم أنا اطلعت على تجارب من خلال موقعكم المميز اللي هو عبر اليوتيوب وعنقل الجلسات مباشر وللأمانة يعني الشي بالنسبة لي أنا حاس أنها راح تضيف لي يعني من خبرتك ومن تجاربك المسابقة يعني نعم جدا ممتاز وبصراحة يعني أنا لما اطلعت عليه يعني بالعكس لاحظت أنه في كل اللي يهم القرارات التشريعية كل الأخبار أول بأول مشاركات سادة النواب والمداخلات يعني بالعكس هذه إضافة جدا جميلة للناس اللي ستطلع على أخبار دول الخليج وتحديد مجلس النواب يعني هذه الفكرة اللي خذيناها عنها والانطباع اللي انعكس من قلال اليوتيوب كنقل مباشر حق دول الخليج جدا سهلة وبنفس الوقت توصل المعلومة وتعطي خلفية عن الثقافة والسياسة والقرارات التشريعية اللي تتم المملكة نفسها يعني عندنا زيارة من موظفي الأمانة العامة في مجلس الأمة الكويتي يقومون بزيارة لمجلس النواب البحريني في الأمانة العامة للتدريب على رأس العمل وهذه زيارات نحن اللي دائما أن نطالب بها التدريب على رأس العمل في مختلف الإدارات وهذه إن شاء الله راح تحدث في الأمانة العامة ومنتظر منها الكثير من الفوائد سواء لموظفي الأمانة العامة لدينا في البحرين أو لموظفين الزائرين من مجلس الأمة الكويتي راح تستمر الزيارة إن شاء الله لمدة سبوع اعتبارا من اليوم الأحد للخميس ونتمنى إن شاء الله أن تكون نتائجها طيبة ومشرفة استضاف مركز الدراسات وتدريب البرلماني وفد الأمانة العامة بمجلس الأمة الكويتي للتدريب على رأس العمل في إدارات الأمانة العامة لمختلف التخصصات بالإضافة لحضورهم الجلسة الإسبوعية والزيارات الميدانية لمعهد الإدارة العامة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ويأتي هذا التدريب ضمن إطار تعزيز التعاون وتبادر الخبرات والتجارب بين الأمانتين العامتين والمجلسين الشقيقين أبدت لجان مجلس النواب نشاطا واسعا في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة التقرير التالي يوضح أبرزها عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية حيث قررت اللجنة رفع تقرير المشروع بعد الموافقة على الصيغة المعدلة للقانون وناقشت اللجنة أيضا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 350 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر وقرر أعضاء اللجنة الموافقة على طلب تزويدهم بمرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد إعادة صياغتها والاجتماع خلال الأسابيع المقبلة للبت بالقانون بصورته النهائية تم مناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة مثل تعديل بعض الصيغة معدلة لمشروع قانون بإضافة بند جديد على الماندة 2 من القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من العمال الأرهابية وتم التوافق مع الأخوة من مزارة الداخلية والشؤون الإسلامية على هذه القرارات قال النائب عمار جنبر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمناقشة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى ورفضهم معادلة هذه الشهادات مقترح المقدم من سعادة النائب عبد النبي سلمان وأيضا سعادة النائب أحمد السلوم بخصوص معادلة الجامعات الصينية كانت بخصوص بالأخص جامعة سوث إيست واللي كان من ضرر منها 55 طالب بحريني طبعا اجتمعتها بممثلين الحكومة من وزارة التربية وأيضا وزارة الصحة وأيضا ممثلين من جامعة الخليج العربي ونهرة فعشان تذيء هذه المقررات اللي كانوا يخذونها كأنترناشنال ستودز كانت مخففة وتحتوي على قصور ولا تعادل المواد اللي موجودة في الطب العام فكان رأي الحكومة أن هالطلباء يرجعون ويعادلوا موادهم بالمنهج الأساسي ويوصون دراسة وفي حين الاكتمال من هذا المنهج راح يعادلون لهم المواد اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة صعادة النائب عبد الرزاق حطاب حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم عشرين لسنة الفين واثنين بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبحثت اللجنة خلال مناقشة المشروع تقرير لجنة المرافق في مجلس النواب السابق ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومذكرة المستشار القانوني إلى جانب بحثها لمرئيات عشر جهات رسمية وأهلية حيث قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة والاستيضاح خلال الاجتماع تم مناقشة مشروع واقتراح المشروع كان بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم عشرين لسنة الفين واثنين بشأن تنظيم صيد واستغلال الثروة البحرية أما الاقتراح برغبة فكان الاقتراح مقدم من سعادة النائب عيسى القاضي وذلك بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلاب الخدمة الإسكانية وأرجعت اللجنة البت في مشاريع بقوانين محالة من قبل مجلس الشورى والتي تمثلت في المشروع بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب اجدماعها خلال الأسبوع الماضي حيث ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المدة العاشرة من المرسوم بقانون رقم تسعة وثلاثين لسنة ألفين واثنين بشأن الميزانية العامة المعدة في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب حيث قررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب وحول قرار اللجنة والمرئيات التي استعرضتها في تقريرها الذي سيرفع لهيئة المكتب لمناقشته في الجلسات المقبلة معنا في الاستوديو سعادة النائب علي عيسى إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب علي إسحاقي بداية أهلا وسهلا بك نستهل الحديث في المادة المعدلة أو إن صح التعبير المادة التي أضفتم عليها تعديل ماذا يتنص المادة الحالية المتعلقة بالميزانية العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم على الاستضافة طبعا المادة لا يوجد أي تعديل تم أضافة فقرة جديدة في المادة وفي ما يخص الميزانية العمومية من ممكن إذا حبيت ممكن أقرأ لك الأضافة التي نضعها في المادة أو المجلس السابق وتم أرجعها من قبل المجلس الشورى على النمرة الثانية المادة تقول تقول تكون مادة جيم تقول الحسابات العمومية لإرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة كما تقول إليه جميع الأرباح الصافية المتحق للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأس مال الشركات الأخرى بعد تجنب الاحتياطي القانوني ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو الشركة مهما كانت تسبة مساهمة الحكومة فيها نعم إذن المادة كانت تحتوي على ألف وباء كمادة رئيسية تم إضافة بند جيم على هذه المادة المعدلة بصيغته الحالية سعادة النائب هناك بالتأكيد مبررات لمجلس النواب لكن في نفس الوقت هناك رفض من مجلس الشورى برأيك لماذا رفضت السعادة؟ لماذا رفضوا هذا التعديل؟ والله الشورى هم طبعا يعني هم لهم أراءهم في هذا الموضوع نعم وقرارهم طبعا أتطرق إلى أراء مع أننا أنا مو الشخص المناسب نرد في قرار مجلس شورى ولكنهم استندوا إلى أن تحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة بتعيق الشركات الحكومية من التوسع والمنافسة في السوء ومنها بعد نفس الشيء قد في حال خسارة الشركات هذه أن تحمل أعباء إضافية على ميزانية الدولة في سدادها الخسار بالإضافة إلى أن الشركات لا تستطيع السيطرة على وضعها المالي ومنافسة الشركات الموجودة في السوء هذه بعض الأسباب لخلت الشورى ترفض المقترح هذا بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى بالنسبة لكم كأعضاء مجلس النواب ما هي أبرز المبررات التي أعددتموها لإضافة هذا المند؟ والله نحن تقريبا معاكسين للشورى صايرين في القرار نعم نحن نشوف تحويل هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة بتحقق الشفافية أول شيء الثاني شيء بتصير هذه أموال عامة موجودة الحكومة استثمرتها لغرض زيادة إرادات الدولة فبتكون مبدأ الشفافية موجودة الرقابة موجودة السيولة في الحكومة اليوم من طرف الحكومة تشتكي شوي من السيولة فاليوم في طرف الشركة عندهم مثلا اليوم ممتلكات محققة أرباح 221 مليون فالأرباح هذه ممكن تسد خاصة مع الخطة الموضوع من قبل الحكومة فيما يخص الموازنة المالية المفروض أن نوصل لنقطة الصفر من خلال أربع سنوات قادمة نحن كمجلس نواب مساندين ودعمين للحكومة فيها لأن بعد وصولها لنقطة الصفر تنحال أمور كثيرة بالنسبة لنا ونرد إلى وضع الصحي نقول الصحي التعبير فيها نعم هذا يعني مدار في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لكن لم يعرض بعد تحت قبة البرلمان في رأيك متى سيتم عرضه أولا على هيئة المكتب ومن ثم تحت قبة البرلمان طبعا في القريب العاجم يمكن خلال أسبوع من الآن نحن بانتظار نحن طالبين ردود من قبل المستشار الاقتصادي المستشار القاني القانوني وبالتالي بعد ذلك نرفع لهيئة المكتب وبالتالي بهيئة المكتب هو الذي قرر متى يعرضه على المجلس لاتخاذ القرار من قبل المجلس نعم يعني ساعدت النائب علي إسحاقي باعتبارك رئيس لجنة مهمة كلجنة الشؤون المالية والاقتصادية هناك بالتأكيد لديكم العديد من المرئيات العديد من الملفات البارزة التي تودون طرحها تحت قبة البرلمان ما هي أهم الملفات أو إنصاح التعبير المشاريع التي ستترحونها تحت قبة البرلمان خلال الفترة القادمة؟ أنا أعتقد 2019 بيكون شوي سنة يعني فيها تحديات تحديات ودسومة بالنسبة لنا نحن كالاجنة مالية وتحديات كثيرة في عندنا فعندنا الحساب الختامي لميزانة الدولة 2016 و2017 لازم احنا نعتمدها عندنا الحساب الختامي لحساب الأجيال لازم نعتمدها عندنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نفس الشيء لازم ندرسه وبالتالي بعدين ممكن ندشه شلون نتناقش فيها نعم يعني نقف عند هذه النقطة قبل الموصلة في الحديث بالنسبة لديوان الرقابة هل لديكم خطة معينة لمتابعة ديوان الرقابة المالية وأيضا ديوان الرقابة الإدارية؟ أكيد نعم عندنا واللجنة من الأسبوع القادم بندش في ورشة عمل كيفية التعامل باحترافية مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن بعدها نتعامل مع التقرير ونفصل والنقاط التي نطرحها في النقاشات سواء من قبل اللجنة أو من قبل اللجانة الأخرى أو من قبل جميع الأعضاء نعم إذن هناك خطة مدروسة لمتابعة وتقييم ما جاء في بيان أو تقرير ديوان الرقابة المالية نعود إلى أبرز الملفات والمشاريع في اللجنة والأهم اليوم عندنا الميزانية العامة للدولة اللي بتقدم خلال بالمفروض خلال هذه السبوعين إلى ثلاثة الأسابيع القادمة إن شاء الله بتقدم من قبل الحكومة فنعتقد من خلال هذه الميزانية بتنعرف المشاريع بتنعرف البصروفات والإرادات وكل الأمور التفصيلية الأخرى اللي كانت من خلال البرنامج عمل الحكومة كانت كلمات مكتوة اليوم لازم تترجم إلى أرقام هالأرقام بتوقعينها خلال أسبوعين لثلاثة من قبل الحكومة تقدم لنا فنعتقد هاي أهم ملف للسنتين القادمتين وأمام ما حك بالنسبة لنا كلجنة وبالنسبة لنا كمجلس فنتمنى أن نوفق مع الحكومة دائما نقول نحن في قارب واحد بالتأكيد نوفق مع بعض إلى الوصول إلى لمقتغاننا جميع المحافظة على مكتسبات المواطنين المحافظة على استدامة الصناديق سواء كانت تقاعدية أو الاستثمارية للدولة بالضافة لإستدامة السيولة الموجودة في الدولة فنتمنى أن الميزانية تكون بالشكل المطلوب ونحن نوفق في التشريعات التي تخدمها الميزانية بالضافة إلى المراقبة نعم يعني مجلس النواب قبل أن نختم ضيفي الكريم كان لديهم بعض الملاحظات على برنامج عمل الحكومة فيما يخص يمكن ذكرت قبل قليل الميزانية العامة ما هي أبرز هذه الملاحظات في ضوء اجتماعاتكم المتواصلة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والله أمانة الحقيق قال نحن اليوم يعني البرنامج قدم لنا نعم في اجتماعات المتواصلة مع الحكومة كانت بدون بدون معالم البرنامج اللي قدم ولكن نحن أجرينا التعديلات والحكومة جداً كانت مرنا معانا في تنفيذ وفي بعض النقاط كنا لم تتفقين فيها ووصلنا لنقطة اللقاء فيها نعم فأضافنا أمور كثيرة من ضمنها المشاريع التنموية للبلد سواء نقل في مجال الصحي أو التعليمي أو حتى السياحية حتى البنية التحتية نعم فكلها نحطت مع ضغوطات الكلمة توقعها اليوم من خلال الأوضاع السايدة الأهم الموضوع الإسكان فاليوم من الدولة كانت قدمة على سنة السايدة من 15 ألف ومع أسرارنا وتفهمت الدولة لحاجات المواطنية للإسكان فرفعنا السقف إلى ما لا يقل عن 25 ألف وحدة ساكنية خلال أربع سنوات القادمة فأعتقد البرنامج تم تحويله من كلمات إلى برنامج عمل فعلي وتم وضع النقاط على الحروف وتم وضع اليوم إن شاء الله النقاط الميزاني على أساس تترجم إلى أرقام هذا البرنامج نعم سعادة السيد علي عيسى إسحاقي رئيس لجملة الشؤون المالية والاقتصادية سعدت بلقائك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك نستعرض معكم أبرز ما ورد في وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار حول مجلسي الشورى والنوار شكرا لكم على متابعتكم وأدمتم في أمان الله شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة اشتركوا في القناة